اشتركوا في القناة تدف إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين إلى أكثر من ثلاثة ملايين شجرة بحلول عام 2035 تماشيا مع التزامات المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كما أكد الدكتور خالد أحمد أهمية أسبوع الشجرة في تعزيز الأمن البيئي وترسيخ ثقافة حماية البيئة عبر زيادة الرقعة الخضراء بمملكة البحرين لما له من أثر بالق في جهود الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها من خلال تنفيذ المبادرات والسياسات الكفيلة بضمان مستقبل أكثر أمانا وجودة للجميع طبعا اليوم نحن شاركنا في أسبوع الشجرة في زراعة النبات السدر التي هي في المنطقة الجنوبية التي هي من مهم الإدارة العامة لحماية الحياة الفطرية تابعة للمجلس العالم للبيئة ومساهمة الإدارة العامة لحماية الحياة الفطرية تعزيز الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية والشاد عليه أن هناك تعاون بينه بين وزارات البلديات والزراعة وأيضا للتحدي الملكة الفروسية فنهدف إلى زراعة حوالي خمسة الاف إلى ستة الاف شجيرة من شجر سدر التي تعتبرها الشجار السحراوية والتي تتوائم مع البيئة المحلية في المنطقة الجنوبية نهرف طبعا إلى تفعيل رؤى الحكومة في تعزيز الخضار في المنطقة الجنوبية وتعزيز الحياة الفطرية في المنطقة ولتشمل النوعيات المعينة ومخصصة في النباتات التي تتأقلم مع البيئة الصحراوية فهناك خطة نعمل على تنفيذها على المدى هذا العام والعام الغادم إن شاء الله للوصول إلى الحياة الصفري